وقال الرئيس اسيسي ان فكرة انشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر ولفت الرئيس اسيسي لضرورة الاستفادة من هذا الموقع على ضوء ان 90% من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم احنا لنا موقع كويس اوي والموقع الكويس ده ممكن يستفاد منه لان احنا بالفعل بدأنا من قبل مننا احنا قبل مني يعني قبل والسنة الطويلة فاتت في موضوع الكابلات البحرية اللي موجودة قدام حضراتكم دي واللي بتعدي 90% من مش كده دكتور عمر 90% من اللي موجود في العالم تقريبا عندنا احنا تماما 90% وبالتالي وبالتالي لما نجي نتكلم على ان احنا يعني بنعتبر نقطة او محور رئيسي لنقل البيانات ونقل الاتصالات بين الشرق والغرب ده موقعنا اللي اتحولنا وايضا اللي سابقونا عملوا اجراءات كتيرة جدا في هذا المجال اشتركوا في القناة